السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنبدأ شابتر جديد بعنوان Classes and Objects هذا الشابتر هو مقدمة لل Classes وال Objects في C++ لن ندرس كل ما هو متعلق بال Classes وبال Objects لأن في مقرر Object Oriented Programming يمكن دراسة والتعرف على كل ما هو متعلق بال Classes وال Objects لذلك في هذا الشابتر سنرى كيف يمكن أن نعرف Class وكيف يمكن أن نستعمل Objects وسنرى مثال لذلك بالنسبة لتعريف الكلاس عندما نريد أن نعرف Class نبدأ بكتابة كلمة Class ثم اسم الكلاس نفتح قوس يمثل بداية الكلاس ونقفل القوس وهذا القوس يمثل نهاية الكلاس كل هذا المحتوى هو محتوى الكلاس سيحتوي على Access Specifier هنا سنحدد Access Specifier الذي يمكن أن يكون إما Private أو Protected أو Public في هذا الشابتر سنعتبر أن دائما Access Specifier هو Public في مقرر آخر سنرى بالتدقيق ما معنى Private, Protected و Public ثم هنا سيكون لدينا مجموعة من المتغيرات يمكن أن نسميها Data Members Variables to be used وهي سيكون لنا أيضا مجموعة من الـ functions من الدوال نسميها Methods إذن الكلاس هي ستجمع متغيرات وستجمع أيضا دوال لماذا جمعنا المتغيرات والـ functions داخل الـ Class لأنها مرتبطة ببعض سنرى في المثال كيف الـ Variables والـ functions عندهم علاقة ببعض هنا عندي مثل لإنشاء الـ Class أو تعريف الـ Class سميتها Car سيارة إذن هذه الكلاس ستحتوي على مجموعة من المعلومات تخص سيارة إذن وضعت Specifier Access Specifier Public ثم في المتغيرات عرفت متغير Speed سرعة السيارة ثم عرفت الدوال الدلة الأولى Print Speed مهمة هذه الدلة هي تباعة قيمة Speed ثم عرفت دلة أخرى Change Speed مهمتها تغيير Speed بين قوسين وضعت بارامتر A إذن Speed سيكون يساوي قيمة A لذلك داخل هذه الدلة ترون Speed يساوي A نواصل المثال وسنرى كيف يمكن تعريف Object إذن عندي متغير سميت Car1 نوع هذا الـ Car1 Car Car هو اسم الكلاس الذي قمنا بتعريفها إذن هذه السيارة Car1 أريد أن أغير سرعتها إذن أكتب Car1 اسم المتغير .Speed تتذكرون أن هذا المتغير وقع تعريفه داخل الـ Class Car لذلك بإمكاني أن أستعمله أقول أن Car1.Speed يساوي 10 إذن سرعة السيارة Car1 صار يساوي 10 قمت باستدعاء الدلة PrintSpeed أكتب Car1.PrintSpeed إذن هذه الدلة ستقوم بتباعة قيمة السبيد إذن في الـ Output سيكون عندي القيمة 10 ثم استدعيت الدلة ChangeSpeed بين قوسين وضعت 0 إذن هذه الدلة ستقوم بتغيير سرعة السيارة Car1 سرعتها ستصبح 0 ثم كتبت Car1.PrintSpeed قمت بتباعة سرعة السيارة Car1 هذا السطر سيقوم بتباعة القيمة 0 قمت بتباعة سريعة الشيخ الرج loc